هتكلم عن النحل البردي الصغير او النحل العسل القزم وهو يعتبر من اصغر انواع نحل العسل النوع ده من النحل لا يسكن الخلايا العادية ولكن بيعيش معيشة بردية وبيبني قرص شمعي واحد ولا يصلح في تسكين في خلايا خشبية متعددة الاطارات وهو بيبني زي الشكل كده قرص واحد وبيكون حجم القرص صغير والنحل نفسه بيكون صغير صغير في الحجم ده شكل النحل عن قرد ونلاحظ ان فيه على منطقة البطن شريط عريض بلون برتقالي ده بيميز النحل القزم وده شكل النحل متجمع على القرص الشمعي اللي هو بيبني برضو سلوكياته بتتشابه مع نحل العسل العادي يعني نلاحظ هنا ان فيه تبادل غزائي بين الشغلات وبعضها وشكلها مميز كمية العسل اللي بتنتج من النحل ده بتكون قليلة يعني ممكن توصل نص كيلوغرام مثلا وغالبا بيخزن العسل في الجزء العلوي من القرص الشمعي وبقية القرص بيبقى لتربية الحضنة بتكون العيون السوداسية صغيرة الحجم هنا المشار لهب علامة صفراء دي الملكة ملكة النحل القزم برضو نفس فكرة نحل العسل العادي اللي في المناحل بتبقى هي ملكة واحدة مسؤولة عن وضع البيض والشغلات بتبقى داخل الخلايا والذكور بتوجد فيه اوقات معينة نلاحظ برضو ان الملكة يعني بتبقى تبقى حجما وبرو التتلقح فيه الهواء من عدد كبير من الظكور يعني نفس البيولوجي العادي للنحل نلاحظ هنا شكل عشاش النحل البردي يعني الفروع نلاحظ ان الهواء بيبقى معرضة للهواء يعني بيعمل قرص شمع صغير وفي كل فرقة لقى عامل مستعمرة كده برضو شكل موضح نلاحظ ان هو بيميل للهجرة يعني بعد فترة من تأسيس العش وخلوق دورات من الحضنة بيهجر المكان وبيأسس عشي جديد في مكان اخر ودي تعتبر مشكلة في النحل القزم اللي هو موضوع الهجرة لانه ممكن يغزي البيوت يعني يعمل غزو البيوت وممكن يدخل البلكونات ويدخل المستشفيات والمدارس ما عندهوش يعني المشكلة في الحكاية دي في اي مكان ممكن يأسس العش وبرضو التكسر بتاعه سريع برضو زي نحل العسل العادي بينجذب للمواد السكرية وبيبوح لرحيق الازهار وحبوب اللقاح ويعني زي النحل بالظبط وبيجمع برضو المية لاستفادة منها في تخفيف العسل المخزم يعني بنفس سلوكيات نحل العسل العادي برضو اللغة التواصل في النحل القزمي متشابهة تماما مع نحل العسل اللي هي زي لغة الرقص زي اللي قدامنا كده بلاقي الشغالة هنا معها حبوب اللقاح وتعمل تعليم للشغالات التابعة لها ده برضو نحل القزم نلاحظ برضو ان يعني فيه هنا في منه برضو سلالات ده اللي هنا الحلقة البرتقالية يبقى لونها غامل نلاحظ برضو بشكل النحل عام القرص طب هنا لسه بيبتدي في تكوين العش حركة النحل طبعا هو يعني النحل دوت لا يميل للشراصة يعني النحل غير شرس وقالت اللاسع فيه بتبقى صغيرة جدا يعني حتى لو لسع حد بتبقى لسع خفيفة جدا ويمكن مشكلته في انه احيانا بيعمل هجوم جماعي يعني ممكن مجموعة كبيرة من النحل تهجم على شخص ولكنها غير مؤزية بشكل كبير وهو حاليا ابتدى ياخذوا العديد من المناطق العربية موجود في شبه الجزيرة العربية وموجود في الاردن ودخل مصر ابتدى يمتشر في اماكن متعدلة في مصر ومع الايام حيبتدى يمتشر بشكل اكبر يعني هو مشكلة برضو لانه هو غير منتج جيد للعسل فيش يعني فايدة كبيرة في انتجية العسل ممكن يستفد منه في تلقيح بعض يعني النباتات في المناطق اللي هي الصحراوية بالذات لانه هو بيتحمل الظروف القصية فدي برضو تعد ميزة له لكن برضو نلاقي انه في مشكلة تانية انه هو بيشارك نحل العسل العادي في بعض الامراض يعني ممكن يلقل هو للنحل بعض الامراض او ياخد بعض الامراض بالنحل وينشرها مع سلوك الهجرة الخاص به كمان المشكلة اللي يمكن من انتشار النحل دوت في المناطق السكنية ممكن يسبب مشاكل كثيرة في السكان ولكن هو ليس دار بشكل عام وما بيمسلش يعني يعني لسعة النحل بتاعته لسعة قليلة وضعيفة ويعتقد انه هو هينتشر بعد كده في مناطق اخرى في افريقيا يعني ممكن يصل الى ليبيا ومن ليبيا الى بعض الدول يدخل على تونس والجدائر والمغرب وينتشر في الشمال الافريقي ويتجه بعد كده الى مناطق اخرى في افريقيا جنوبا وممكن بشكل او باخر يصل الى اوروبا شوف هنا شكل القرص اللحز العسل بيبقى متركز في اماكن معينة وين المنطقة الوسطة ديت ليه تربية الحضنة وهنا الراجل ماسك القرص عادي يعني مفروش اي مشكلة النحل ليس شرس في نوع تانى من النحل اسمه النحل القزم الاسود وده بيعيش في جنوب شرق اسيا نلاحظ هنا ان شكله مختلف عن هو نفس حجم النحل القزم العادي لكن برضو شكله مختلف في حلقات البطن اللي هي المنطقة الاخيرة دي نلاحظ ان اللون البرتقالي غير ظاهر بشكل كبير برضو النحل ده بينقسم الى انواع والى برضو سلالات لكن بعضها لم يدرس بالشكل الكافي بعد وشكرا جديدا لحسن الاستماع شكرا